اشتركوا في القناة الاعلان بيظهر بالشكل دوت هو ده المقاس 728 في 90 بالطريقة الجميلة ديت طيب هنروح للحاجة اللي بعدك القائمة الرئيسية القائمة الرئيسية دي حاجة مهمة جدا جدا ازاي بقى انت عندك هو في المعينة عندك هو الأقسام ادي قسمه وتحتيه قائمة منسدلة وعندك هنا قوائم كتير للأقسام الخاصة بالمدونة الخاصة بي طيب احنا هنعملها ازاي هو بيقولك يعني في الوصف بيقولك بالطريقة دي في حقل اسم الموقع الجديد اللي هو هنا كده يعني هتعمل ايه نقوم بكتابة اسم الرابط وفي حقل عنوان URL للموقع الجديد نقوم باضافة رابط لتسمية او صفحة من المدونة نضغط على اضافة ارتباط وبعد الانتهاء من اضافة جميع الرابط نقوم بالضغط على زر حفظ هنيجي على الشرح ازاي ما انتوا شايفين كده طريقة اضافة قوائم او القائمة الرئيسية عموما في الاول فهنروح على المدونة من هنا وهنيجي على القائمة الرئيسية من هنا كلمة القائمة الرئيسية وهندوس على تعديل كده هتظهر لك بالشكل التالي زي ما انت شايف كده هنضيف اضافة عنصر من هنا اضافة عنصر طيب اول حاجة احنا كنا شرحنا في فيديو سابق ازاي بنضيف الاقساع فيعني فيه صيفة كده اللي هي بتبقى مثلا زي دي كده كده بتبقى اسم الكسم ولازم اسم الكسم اللي نحطه بعد ليبل دوت لازم يكون نفس بنفس الحروف اللي موجودة في اسم الكسم اللي هو فوق دو فاحنا مسلا هنكتب هنا مسلا احنا عندنا في القالب فيه التسميات اللي موجودة اصلا مع المدونة اللي احنا جايبين منها المشاركات وكده فعندك مثلا هنا مقالات تقنية مقالات مفيدة كزا كزا تمام كل الكلام ده طب هناخدها بالترتيب هناخدها مثلا مثلا مقالات تقنية مثلا أو مقالات مفيدة طبعا هناخد الكلمة دي كده ناخدها نسخ كده copy وبعد كده هنروح المكان فوق ده ده اسم الكسم كده ده اللي هزهر في الكسم وهندوس على حفظ ده حفظ داخلي داخل الأداء طيب تمام هنضيف وحدة تانية هنكتب مثلا الرئيسية الرئيسية دي بتبقى أول وحدة فهنعمل ايه دي بقى الوحيدة اللي هتبقى برابط المدونة نفسه يعني رابط المدونة نفسه هناخده copy كده وبعد كده نروح نحطه في الرابط عنوان URL الموقع الإلكتروني وهنعمل best كده وهندوس حفظ طيب الرئيسية دي دايما بتبقى أول وحدة فعاوزين نطلعها فوق علشان تظهر أول وحدة فهندوس كده وهنطلعها فوق كده وهندوس حفظ احنا كده حفظنا الكسمين اللي عملناهم ده هندوس حفظ للمدونة كله وبعد كده هنروح للمدونة ونعمل إعادة تحميل زي ما انتوا شايفين كده هتلاقي الكسم ظهر كلمة الرئيسية وكلمة مقالات مفيدة فهندوس كده على الرئيسية بص هيوديني للرابط بتاع المدونة الرئيسية وبعد كده الرئيسي المدونة الرئيسي وبعد كده هندوس على مقالات مثلا مفيدة هنا يوديك لكل المقالات اللي داخل كسم مقالات مفيدة تمام هتلاقي بص ظهار رسائل ذات التسميات مقالات مفيدة هجيب لك اهو انت ممكن تعمل مثلا واحد ثلاثة أربعة كل ده داخل الكسم مفي كلا اهو نرجع تاني عاوز بقى يعني بس بالشرح بقولك ايه بقى عاوز تعمل قسم فرعي عاوز تعمل رابط فرعي يعني هنا بيقولك بص ازاي يمكنك اضافة الرابط الفرعية وزيلك باضافة سلاش فقط في بداية عنوان الرابط ثم يتم ترتيب الرابط اسفل الرابط الرئيسي عبر الاسهم الصغيرة الموجودة في اقصى يصار اهو بالطريقة دي هنروح نعمل كده زي ما انتو شايفين هنعمل كده هنروح القائمة الرئيسية وهندخل عليها كده وهنجيب مثلا من تحت المقالات مفيدة كده هنعمل هنعمل كده هناخده copy كده وهنكتب مقالات تقنية مثلا يخلي دوت الكسم المتفرع او الكسم الفرعي من الكسم الرئيسي يبقى مقالات مفيدة داخلها مقالات تقنية وقبل ما تعملها هندوس قبل كلمة مقالات تقنية هندوس علام الشرطة دي كده وهندوس حفظ حفظ كمان حفظ كمان نرجع تاني للمدونة ونعمل fresh كده بصوا مقالات مفيدة تحتها ظهر مقالات تقنية كده احنا عملنا ايه عملنا قسم فرعي من الكسم الرئيسي دوت اللي هو مقالات مفيدة طبعا هتقدر تعمل كل دوت بقى في الاقسام زي الاقسام ديت كده تعمل عدد الاقسام اللي انت حبيبها زي ما انت عاوز بس عشان وقت الفيديو انا قلت اشرح لكم بس يعني الجزئية دي بتاعت كسم طيب انا اخر حاجة بس عاوز ازود مثلا كسم تاني عاوز ازود كسم تاني فادي الكسم الرئيسي مقالات مفيدة ومقالات تقنية مثلا وعندنا مثلا ايه تاني عندنا مثلا نختار مواقع مفيدة مواقع مفيدة ديت وهنروح لاضافة عنصر جديد نعمل كسم جديد ده كسمة هيبقى تحت مقالات تقنية الكسم الكبير اللي هو مقالات مفيدة فهنعمل كده هنعمل كده لزق كده هنعمل كده اسم مقالات ديت وهناخد السيغة بتاعتنا ناخد السيغة بتاعتنا دي كده نسل قبيب وهنروح كده حطها في الرابط وبعد كده ناخد مقالات مفيدة ونحطها هنا طيب أنا عملت زي اللي فوق بالزبط هعمل برضو زي مقالات تقنية قبل كلمة مقالات لازق فيها على طول علامة الشرط الصغيرة ديت أو السالب هندوس حفظ وبعد كده دوس حفظ تاني هندوس حفظ نهائي وبعد كده نرجع للمدونة هنعمل ريفريش هتلاقي بص أهو بقى في قسمين فرعيين أو يعني تسميات فرعية من التسمية الرئيسية احنا كده عرفنا ازاي بنعمل قوائم فرعية من القائمة الرئيسية عندك بقى بقولك إضافة أو طريقة استخدام الميجا منيو عندك في حقل اسم الموقع في حقل اسم الموقع نقوم بكتابة اسم الرابط في اسم الموقع الجديد هنكتب نقوم بكتابة اسم الرابط في حقل عنوان URL للموقع الجديد نقوم بإضافة علامة شباك مدبوعة باسم أحدى التسميات الموجودة في المدونة مثال مثلا طيب القالب نروح كده وهنعمل كده مثلا نعمل كده اهو وبعد كده هنيجي عند التسميات أو الأقسام اللي احنا عملناها طبعا احنا عاوزين نعمل الميجا منيو ده انا كنت عامله هندخل على القائمة الرئيسية وندوس على تعديل وهنيجي على القوائم أو الرابط قائمة الرابط ديت اللي هي الأقسام وعشان نعمل الميجا منيو بكل بساطة هنيجي مثلا على مثلا كلمة مقالات مفيدة ديت انا عاوز اعمل الميجا منيو في مقالات مفيدة وهدوس على تعديل هذا العنصر. وهدوس من هنا اخلي بكل بساطة هشيل احنا طبعا احنا عاملين بالشكل دوت. القسم الرابط بتاعه بيبقى بالشكل دوت. سلاش سيرش سلاش القسم او اسم القسم بالزبط. انا هشيل كل ده ما عادى اسم القسم في عنوان اسم الموقع هسيبه زي ما هو باسم القسم وهسيب نفس الاسم القسم تحت في عنوان وقابليه هحط بكل بساطة. هدوس على حفز وحفز تاني من هنا. وهدوس على حفز نهي. وهدوس من هنا على المدونة وهعمل هاجي على مقالات مفيدة. هتلاقي الميجا مينو ظهر في المقالات بتاعت. مقالات مفيدة ظهرت بالسور المصورة بتاعتها بالشكل اللي انت شايفه دوت. شكل جميل وشكل احترافي. وتقدر تعمله في كل الاقسام زي مقالات مفيدة كده. بتحط قبل بتخش من القائمة الرئيسية. وتدوس تعديل وبتختار قبل القسم في عنوان بتاع القسم. يعني لو فات عملت ده تعديل مسلا مقالات مفيدة. مقالات تقنية مسلا عملت هنا مقالات تقنية. واختارت مسلا قبل مقالات تقنية عملت كده شباك. قبل التسمية وشلت بقيت الكلام دوت. ودوس تحفز. هتعمل الميجا مينو في مقالات تقنية برضو. وتقدر تعمله في كل الاقسام بتاعتك. طبعا ده للتجربة. انت تقدر تعمل في كل الاقسام. هنيجي بقى بعد كده في شرح القالب. شرح القالب بعد طريقة عمل الميجا منه هنلاقي في الوجهة طريقة عمل اخر الاخبار طريقة عمل اخر الاخبار بكل بساطة هنروح للمدونة من هنا وهنيجي على التنصيق ومن عند الوجهة هنختار اخر الاخبار وندوس على تعديل هنرجع تاني هو بيقولك سلاسة خيارات وهم لعرض اخر الموضوعات وراندوم لعرض موضوعات عشوائية وممكن تختار تسمية لقسم معين ويتعرض فيها المقالات اللي موجودة فيه القسم المعين ده فانا هختار مثلا اول حاجة اللي هو اخر موضوعات وهاخده كده او نسخ وهروح على المدونة ومن احنا دوسنا على تعديل في اخر اخبار اللي هي في الوجهة دي دوسنا تعديل كده وبكل بساطة هحطها هنا هنزل لسك كده كلمة لعرض اخر موضوعات عنوان اخر اخبار ممكن نغير اسم العنوان دوت نخليه اخبار ساخنة اخر الاخبار اخبار عاجلة كل ما يهمك شوف انت انت حابب يبقى الاسم يظهر ازاي ويعملوك وليكن مسلا هنخلي اخر الاخبار دي هنسيبها كده هنسيبها دلوقتي كده هنخليها اخر الاخبار وهندوس على حفز كده وهندوس على حفز كمان طبعا هنرجع تاني المدونة وهنعمل ريفريش هتلاقي اخر الاخبار ظهرت طبعا اخر الاخبار دي اتمنى الحاجات اللي موجودة في كل القالب المدفوعة طبعا دي موجودة قدامك مجانية اهي في القالب الاحترافي قالب ليفون بالشكل الاتي بيعرض لك بقى كل عنوين المقالات الاخر المقالات الموجودة في المدونة تمام بالشكل الاحترافي الجميل ده هترجع تاني لتنصيق ناخد مثلا كلمة راندوم لعرض موضوعات عشوائي هناخد كلمة راندوم كده وهنرجع للمدونة وبدأ هنحط راندوم موضوع سهل جدا طبعا مش هسيب اي مسافات اشيل اي مسافات زيادة ودوس على حفز ودوس حفز تاني وارجع للمدونة هيبقى نفس الحكاية اخر الاخبار بس بعرض موضوعات عشوائية ما بيختارش اخر موضوعات هيظهر بالشكل الجميل اللي انتو شايفينه ده طيب لو انا عاوز اختار تسمية معينة يعني هو في الشرح بيقولك اختار تسمية معينة وليكن مسلا هروح للمدونة ومسلا انا عندي في التسميات مسلا البروك الالكترونية في بلوجر مسلا اختار بلوجر وهرجع تاني كده وهدوس على اخر الاخبار وهختار اختار بلوجر اكتب كلمة بلوجر اخر الاخبار دي ممكن اخلي العنوان يبقى مثلا اخبار ساخنة انت تقدر تغير زي ما انت حابب ودوس حفز كده وهدوس حفز تاني وهدوس على المدونة اعمل ريفريش هتلاقي بوس اخر الاخبار بقت كلمة اخبار ساخنة وهيجيب لك كل المشاركات او المقالات الموجودة في تسمية بلوجر او قسم بلوجر داخل المدونة بكل بساطق كده احنا عرفنا ازاي نعمل الميجا منو ونعمل اخر الاخبار بكل سهولة من داخل التنسيق في قالب بلوجر او قالب ليفون طيب انا عاوز اعمل السلايد السلايد اللي بيبقى موجود تحت اخر الاخبار الموضوع برضو نفس الشرح بتاع اخر الاخبار هنعمل كده هنيجي مثلا هنا هنيجي على الشرح كده هناخد كلمة recent كده العرض اخر الموضوعات نفس الشرح بالزبط اللي موجود في اخر الاخبار هنعملها في الوجهة هنختار هنا من الوجهة جنبها كلمة الوجهة هندخل عليها تعديل وهنعمل كده كده وهندوس حفظ وهندوس حفظ تاني وهنرجع للمدونة وهنعمل ريفرش بص اهو ظهر لك سلايد باخر الموضوعات اهو سلايد تقدر تحركها زي ما انت شايف كده يمين ويسار بالطريقة دي اهي اخر الاخبار طبعا تقدر تعمل زي ما كنا عاملين برضو في اخر الاخبار نرجع ناخد من الشرح كده ناخد كلمة راندوم مسلا قابل كده وهنرجع تاني للمدونة وبعدرسينت نعمل راندوم كده وهارجع تاني وهعمل ريفرش كده هيجيب لك موضوعات عشوائية في السلايد اللي موجودة هنا بوسط بالشكل دوت سلايد احترافية جميلة جدا انا مش معا ان انت تزود في الحاجات اللي قدامك ديت يعني السلايد ده ملوش لازمة اخي الاخبار شكل احترافي خليه مفيش مشكلة الميجا منه برضو يعني حابب تعمله وعمله انا مش بحب ازود ليه بقى علشان انا طبعا ده بيقلل من سرعة المدونة فانا بحبش يعني اعمل الكلام ده وطبعا طبعا شكله احترافي وشكله جميل وجذاب وهيجزب الزائرين وكل حاجة بس انا عاوز اعمل المهمة واعمل حاجات الجذابة المهمة لكن ما زودش اكتر من اللازم فيعني اعمله حابب تعمله وعمله مش حابب قدينة عرفنا الطريقة ودي الحاجة التانية بالنسبة للسلايد طبعا تقدر برضو من الوجهة تقدر تختار زي ما اختارت كده اللي هي موضعتها شوائية راندوم ممكن تكتب بلوجر مثلا كتسمية داخل المدونة تماما هتدوس حفظ وحفظ تاني وهترجع للمدونة وتعمل ريفرش هيجيب لك بكل بساطة سلايد بالمشاركات اللي داخل بلوجر او تسمية بلوجر اللي احنا كتبناها ممكن تختار اي سلايد انت حابه ودوة كان الجزء دوة من الشرق عندك هنروح للتخصيص من هنا كده في المظهر هنروح للمظهر وهندوس على التخصيص من هنا كده ومن هنا هنختار اللون الرئيسي يعني من تصميم هنا بص هنا هيجيب لك معاينة دايما للمدونة هو جيب لك معاينة للمدونة بطريقة دية هتدوس على اللون الرئيسي يعني اللون هنا اللون النيبيتي او اللون دوت فاحنا ممكن نختار مثلا وليكن اللون الازرق شوف هتلاقي اللون الازرق هو الطاغي لو ندوست حفظ كده هنروح هنا ونعمل رفرش او نعمل ندوسة الرئيسية كده تلاقي المدونة اللون الازرق طاغي عليه في هنرجع تاني لو اخترنا لون تاني وليكن اللون الموف مثلا الون الموف دوت هتلاقي واتدوس حفظ كده في المعينة بص الظاهر ازاي هتلاقي اللون الموف كده اهو نعمل رفريش هتلاقي اللون الموف زي ما انت شايف كده في الاسرار الخاصة بالاقسام بالطريقة ديت يبقى انت تقدر تختار اللون اللي انت شايفه مناسب ليك أو جيد يعني بحيث بس تختار ألوان يعني ما تكونش منفرة تختار ألوان شيك يعني كل ده تقدر تغير في الألوان بتاعته يعني أنت بس مجرد ما تختار اللون الرئيسي هو ديريكت بيجيب لك الألوان المناسبة اللي تمشي مع اللون اللي أنت اختارته دوت بالطريقة اللي أنت شايفها دي وانت بتختار أفضل حاجة عاوز بقى تغير الشكل بتاع الألوان عندك إعدادات هنا ضبط العرض هنا بيقول لك يعني التنسيق والأعدادات المتقدمة الأعدادات المتقدمة بقى ده تقدر تغير اللون كل حاجة لوحدة ودية ممكن تختار بقى تقعد تزبط فيها وتغير فيها براحتك يعني عندك الأعدادات الرئيسية بعد كده الشريط العلوي وبعد كده القائمة الرئيسية وشريط آخر الأخبار وبعد كده الوجهة وشريط الجانبي وتصنيفات كل حاجة بألوان معينة وشكل معين دي بتزبط منها كل حاجة يعني الأعدادات الرئيسية عندك اللون ألوان التصميمات هتلاقيها اللون اخدر زي ما انت مختار كده اهو ممكن تغيرها عاوز تغيرها عندك لون خلفية الزر بيخليها هنا شفافة اهو انت ممكن تخليها بلون تاني عندك الوان لون فواصل الفواصل الرئيسية شفافة انت ممكن تختار لون عندك بعد كده لون الشريط العلوي يعني الشريط العلوي دوت اللي هو دوت او عندك اهو باللون الجامع لو اخترنا مسلا لو افترضنا يعني اللون الرمادي ده بس هيبقى لون رمادي اهو انت تقدر تغير في الالوان دي زي ما انت حابب الصفحات اهو. دية الصفحات اللي انت هتضفها. يعني احنا لو ضفنا الصفحات هنا اهو. هيختار مسلا وليكن اللون دوت. اللون الموف مسلا كده اهو. هتلاقي بص اللون ده بص عامل ازاي. ولون الصفحات هنا هيبقى عامل ازاي. لو انت دوست حافظ هنا. هيظهر اللي عملت بص لون الصفحات اهو. لون الكلام اهو بقى لون الموف اللي انت اخترته. تمام. طيب انا عملت الوان واتلغبطت في حاجة وعاوز اغير. أدوس على أنزل تحت خالص وادوس على محو التغييرات المتقدمة التي تم إجراءها أدوس كده أهو يرجع لي تاني على آخر الحاجة اللي أنا كنت أصلا عليها قبل ما غير الألوان تمام هتروح على القائمة الرئيسية القائمة الرئيسية ديت اللي هي فيها الأقسام هنا تختار بقى اللون التصميمات عندك خلفية الرابط اللي هنا الرابط اللي هتوقع هنا اللي هي الأقسام عندك لون الرابط القسم نفسه تمام يعني دي خلفية الزر وبعد كده الزر نفسه كلامه اهو لون الرابط بعد كده اللون خلفية الرابط عند المرور عندك لون الرابط عند المرور كل ده تقدر تغير فيه زي ما انت حابب من هنا وعندك بعد كده تقدر برضو شريط آخر الأخبار هتلاقيه بالطريقة ديت اهو شريط آخر الأخبار اهو اللي هو آخر مشاركات مثلا عندك خلفية العنوان باللون دوت ممكن تغيره اختار مثلا لون اهو اهو بص كده تختار دوت عندك لون العنوان هتختار مثلا لون العكس بقى جامع مثلا يعني خلفية الروابط عاوز كل ده تقدر تعمل اللي انت عاوزه زي ما انت عاوز عندك بعد كده تقدر تغير برضو في الوان الوجهة الوجهة عندك اهو الخلفية ممكن تقطار من هنا لون اللون او خلفية الزر اللون كذا ممكن تغير بقى الالوان وتقعد تجرب وتشوف وتعين لغاية ما تختار الالوان كلها المتناصقة معاك تقدر يعني انت تفصل المدونة بتاعتك والقلب بتاعك بالالوان في كل حتة زي ما انت حابب بالزبط عندك بعد كده الشريط الجانبي شريط الجانبي ده اللي هو على الجنب اللي فيه التسميات وإحصاءات المدونة والمشاركات والكلام ده كله اهو ممكن اهو بص يعني دي موجودة باللون الاسود ممكن نختارها باللون الفاتح دوت الشفاف ونخلي لون العنوان مثلا بالاسود كده عشان يظهر ممكن نخليه بالموف مثلا حسب ما انا عاوز اللونه باللون الاخدر اللي هو طغي على المدونة مثلا اختار الفواصل الفواصل اللي هي زي ما احنا هنشوف دلوقتي هي بالرمادية هي من اجعلها بالفاصل ولن نختار خلفية التاكس من تختار لون النص التاكس الثالث يمكنت تختار عاوز mmm دوت مثلا الشريط الجانبي عندك التصنيفات التصنيفات بتقدر تختار زي ما انت حابب اللي هو خلفية العنوان برضو نفس القصة لون العنوان عنوان الموضوع عندك لون التفاصيل ايكونة التفاصيل كل ده بص اي جايب لك الوانه تقدر تتحكم فيها زي ما انت عاوز واخيرا وليس اخيرا اعلى الفوتر اعلى الفوتر دوت هتلاقيه هنا اللي هي الحاجات اللي توقع تحت خالص تمام اللي هي مش تحت خالص اللي هي هنا بيبقى الحقوق فوق الحقوق بتلاقي ديت عندك بقى اللي فوقي التسميات وإحصاءات المدونة والمؤلفون والمشاركات الشائعة ممكن تختار برضو الالوان من هنا وتقدر تنظم اللي انت عاوزه عندك كمان الفوتر وشريط الحقوق الفوتر اللي هو دوت اللي هو فيه الرسالة ديت اللي جاي مع المدونة الجميلة دي والشكل دوت ازا اعجبك محتوى مدونتنا اللي هو يجعني اشترك في المدونة والكلام ده كله تلاقي الجملة موجودة عندك الالوان بتاعتها يعني مسلا اللون الطاغي اللون الجامع دوت كما احنا ممكن نختارها مسلا نخليه كده مسلا اهو او مسلا نختار اهو كان كده تمام نختار مسلا نخليه كده او بص اهو يعني هتلاقي بص الزر بقى اخدر من تحت اهو ممكن تختار خليه موف اهو عندك لأ خليه اسود اللي هو الخلفية تختار مسلا لون دوت اهو ده اللون الاساسي بتاعه عندك لون عنوان العناصر يعني ما العناصر ممكن تختار بقى كده تاني او تختار مثلا الموف دوت تقعد بقى تختار وتجرب الفواصل مثلا تختار لون اللون دوت مثلا وتشوف كده تجرب وتشوف اهو refresh تعمل refresh كده تشوف عامل ايه تحت الشكل عامل ازاي تحت وص اهو كده تمام عاوز تغير اهو اول ما بامشى عليها بيجيب اللون دوت مثلا كده دي سابتة كلون كده ادي الفواصل اهي اللون الاغدر ممكن ترجي تعمل اعادة نحو التغييرات المتقدمة اي حاجة انت عملتها هنا ترجع زي اللي اصلها تاني وترجع back اهو تعمل refresh كده ترجع بص زي ما كانت الاول بتمشي عليها بيجيب اللون يعني اللون الخلفية كده اهو تمام زي ما انت شايف كده طبعا هنا بتقدر تضيف الصفحات في الاسفل بكل بساطة جدا عندك ده عندك دوت اللي هو زي ما احنا شوفنا الالوان والتخصيص والكلام ده تمام جدا في شرح القلب